بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة تطوير للخدمات التعليمية ترحب بكم وتقدم لكم درسا من دروس اللغة العربية المستوى الرابع المسار العلمي للصف الثاني ثنوي الفصل الدراسي الثاني وموضوع درسنا هو مراجعة عامة على التواصل الإقناعي يعد هذا الدرس ويقدمه محدثكم إبراهيم الفهيد نبدأ على بركة الله سنتعلم اليوم ونميز بين المواقف التواصلية الإقناعية وغيرها من مواقف الاتصال والتواصل كذلك نستخدم أساليب متنوعة من الإثبات المنطقي كذلك نستطيع أن ندلل على القضايا التي نطرحها والأفكار التي نتبناها بما يضمن اقتناع الآخرين كذلك تحليل الأنماط الإدراكية للمستمع ومراعاة في التواصل الإقناعي كفاءة المستمع وجنسه واتجاهاته ونتتعرف على سماتك الذاتية وتطورها لتكون أكثر قدرة على التواصل الإقناعي نبدأ تمهيدنا بنماذج التأثير قلنا أن نماذج التأثير هي أربعة الإقناع والتفاوض والتعصب والهجوم فالإقناع يمثله هذا الرسم البياني لاحظ هنا الفرق بين الطرف المؤثر وموقف الطرف المتلقي فالمؤثر هنا استطاع ونجح التأثير وإقناع المتلقي بالانتقال إلى موقفه وهذا يسمى سلوب الإقناع أيضا نموذج التفاوض لاحظ هنا موقف الطرف المؤثر وموقف الطرف المتلقي فكل منهما يقدم بعض التنازلات لإيجاد حل وسط في نهاية المفاوضة لاحظ هنا المؤثر يقترب من المتلقي وكذلك أيضا المتلقي يقترب إلى المؤثر للوصول إلى حل أما نموذج التعصب فلاحظ هنا موقف الطرف المؤثر وموقف الطرف المتلقي يتخذ كل من الطرفين موقفا ثابتا ويرفض كل منهما التحرك تجاه الآخر وأخيرا النموذج الرابع وهو نموذج الهجوم أيضا لاحظ موقف الطرف المؤثر وموقف الطرف المتلقي كلما استمر الحديث بينهما تتسع الهوة والمسافة بينهما فيرفض كل طرف منهما الاستماع إلى الطرف الآخر بينما كل منهما يحاول أن يثبت ما يتحدث عنه وهذا ما نسميه نموذج الهجوم كذلك أعزائي الطلاب تحدثنا عن عناصر التواصل الإقناعي فقلنا من عناصر التواصل الإقناعي المتحدث والرسالة والمستمع أما المتحدث فهناك جوانب مهمة في شخصية المتحدث وهي مكانته ونقصد بها علاقته بالموضوع وكفاءته في هذا المجال وشهرته فيه أما صفاته الشكلية والأخلاقية ونحن هنا نتحدث عن البساطة في الحديث عدم التكلف الأريحية المرح في الأسلوب كذلك جمال المظهر والملبس وكذلك الصفات الأخلاقية من صدق وأمانة إلى آخر ذلك أيضا من جوانب شخصية المتحدث مهاراته الاتصالية بلاغة الخطاب الشفهي عنده في انتقاء المفردات الأكثر دقة وتأثيرا واستخدام المجازات والصور والتشبيهات كذلك من مهاراته الاتصالية التأثير الصوتي جودة الصوتي وجهرته وسلامة الوقفات والنبر والتنغيم كذلك من مهارات الاتصال اللغة غير اللفظية تعبيرات الوجه والإشارات والإيماءات والحركات الجسدية والمسافة كلها عوامل جذب المتلقي وشد انتباهه ثانيا الرسالة تحدثنا أيضا هناك أساليب تستخدمها لإثبات قضية ما وهو الإثبات المنطقي في التعليل والتعميم والتجزئ والمقارنة والقياس أما الإثبات بالأدلة ويكون بالدليل الشرعي أو الاستدلال بأقوال العلماء والمشاهير في المجال أو أدلة من الواقع المشاهد أو الأحداث الجارية أو الاستدلال بالتمثيل العنصر الثالث من عناصر التواصل الإقناعي المستمع يجب على المتحدث أن يراعي كفاءة المستمع أي خبرته في الموضوع الذي سيتحدث عنه ودرجة تمكنه منه كذلك يراعي اتجاهات المستمع أي مواقفه السابقة من الموضوع الذي سيتحدث فيه أيضا النمط الإدراكي للمستمع أي الحاسة التي يستقبل بها ما حوله بصورة أفضل كذلك عزائي الطلاب تحدثنا عن الأنماط الإدراكية للمستمع وهي ثلاثة أنواع فالبصري هو الإدراك الناتج عن الرؤية نسبة إلى الصورة أما السمعي هو الإدراك الناتج عن سماعي صوت أما الشعوري وهو الإدراك الناتج عن الإحساس الجسدي أو الشعور النفسي تحدثنا أيضا عن مهارات الإقناع فقلنا مهارات الإقناع مقومات أولا المستقية ومقوماتها هي المعرفة والثقة والحيادية والالتزام أما مهارة قوة الانطباع فهي في براعة التصوير ولغة الجسد أما قراءة أفكار الآخرين فهي في إقناع أو في استغلال نمط الشخصية في الإقناع التعرف على طريقة اقتناع الجمهور وعلى نوع المعلومات التي يودها وكذلك مدى تأثير صنع القرار لدى الجمهور إلى آخر ذلك أيضا من مهارات الإقناع قوة الكلمة فقوة الكلمة هي إضفاء تأثير إضافي كالتحدث بطريقة الإثبات في اللغة والتحدث بطريقة التأكيد وكذلك تحمل المسئولية والمكسب المشترك والتحدث على نحو قاطع وجازم والتحدث بلغة متكاملة من مهارات الإقناع مخاطبة القلب وقوة الاستعارة والقياس والقصص العاطفة عندما تخاطب العقفة فأنت تخاطب العاطفة فالعاطفة هنا تتطلب مجهودا أقل مما يتطلبه المنطق وأيضا عادة ما تعد العروض المبنية على العاطفة أكثر متعة وأيضا تجعل المناقشات التي تثيرها العاطفة نتخلص من سلوكنا الدفاعي الطبيعي وتصرفنا عما يهدف إليها المتحدث من إقناع أخيرا من مهارات الإقناع مخاطبة العقل وفي مخاطبة العقل هنا كيف تركب رسالتك وتصوغها استخدموا أو تتحدثوا بمساطة ووضوح بالقدر المطلوب وهو من أجل تبسيط الرسالة كذلك الإجاز حتى يذكر الناس ما قلته وهذا ما نسميه تقصير الرسالة تحدثنا أيضا عن أنماط الشخصية كيف نتعامل مع الآخرين في الإنبساطيون والتحفظيون كذلك المعلومات التي نولها اهتمامنا في التحليليون والشموليون كذلك كيفية اتخاذ القرار للعالميين والعاطفيين وكيفية حل القضايا للحازمين والودودين ننتقل الآن عزيزي الطلاب إلى تدريبات عامة على التواصل الإقناعي نبدأ أولا اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي شعور داخلي يجعل الإنسان يتشدد فيرى نفسه دائما على حق ويرى الآخر على باطن هذا ماذا نسميه؟ هل هو إقناع أم تعصب أم هجوم؟ ما رأيكم هنا؟ شعور داخلي يجعل الإنسان يتشدد فيرى نفسه دائما على حق ويرى الآخر على باطن وهذا نسميه تعصب للرأي سؤال آخر من عناصر التواصل الإقناعي المتحدث أم الدليل أم الحجة؟ ذكرنا عناصر التواصل الإقناعي ثلاثة منها المتحدث وكذلك الرسالة والمستمر رأيت أحلام مقبولة نسبيا من جميع الأطراف يسمى ماذا؟ هل هو إقناع أم تفاوض أم تعصب؟ لاحظ هنا التواصل إلى صيغة معنى أن هناك ماذا؟ هناك رفض في البداية قدم كل منهما تنازلا حتى يكون هناك اتفاق مقنع ومقبول نسبيا للطرفين هل هذا إقناع أم تفاوض أم تعصب؟ لعلنا هنا نتذكر الرسم البياني للإقناع والتفاوض والتعصب حتى نعرف الإجابة الصحيحة إذن الصواب هو التفاوض إذا نجحت في إقناع المتلقي بالانتقال إلى موقفك هذا ماذا نسميه؟ هل يسمى إقناع أم تفاوض أم تعصب؟ إذا نجحت أنت المؤثر الآن في إقناع المتلقي بالانتقال إلى موقفك وهذا يسمى إقناع صنف أصدقائك وزملائك والمحيطين بك بحسب أنماق الشخصية التفاعل مع الآخرين هناك من يتحدث أولا ثم يفكر وهناك من يفكر بهدوء قبل أن يتحدث ماذا نسمي من يتحدث أولا ثم يفكر؟ نقول بأنهم الانبساطيون أما المتحفظون فهنا يفكرون بهدوء قبل التحدث الاهتمام بالمعلومات من هم الذين يبحثون عن التفصيلات ومن هم الذين يأخذون فكرة العامة ورؤية الصورة الكبرى فنقول هنا البحث عن التفصيلات هو من صفة التحليليون أما الشموليون فهو أخذ فكرة عامة ويساوي ذلك رؤية الصورة الكبرى اتخاذ القرار هناك من يعتمد في اتخاذ القرار على الحقائق والأدلة وهناك من يعتمد على الانفعالات والمشاعر في اتخاذ القرار فمن هم الذين يعتمدون على الحقائق والأدلة هم العالميون أما من يعتمد على الانفعالات والمشاعر فهم العاطفيون الرسم البياني يمثل نوعا من أنواع التأثير فما هو؟ لاحظ هنا موقف المؤثر وموقف المتلقي ليس هناك انجذاب من المتلقي إلى المؤثر فنستبعد الإقناع وليس هناك تنازل بين الطرفين فنستبعد التفاوض يبقى لدينا التعصب والهجوم الهجوم هو اتساع المسافة كلما استمر الحديث إذن الإجابة الصحيحة هو التعصب اربط كل مهارة من مهارات الإقناع بما يناسبها المصداقية ماذا يناسبها هنا؟ هل هو استغلال نمط الشخصية في الإقناع؟ أم معرفة وثقة وحيادية والتزام؟ أم استعارة وقياس وقصص؟ أم براعة التصوير ولغة الجسد؟ إذن المصداقية هي مقوماتها المعرفة والثقة والحيادية والالتزام قوة الانطباع تكمن في ماذا؟ قوة الانطباع تكمن في براعة التصوير ولغة الجسد قراءة أفكار الآخرين قراءة الأفكار الآخرين هل هي استغلال نمط الشخصية في الإقناع؟ أم الاستعارة والقياس والقصص؟ إذن الإجابة الصحيحة هي استغلال نمط الشخصية في الإقناع وأخيرا قوة الكلمة تكمن في الاستعارة والقياس والقصص في الختام أعزائي الطلاب تعلمنا اليوم وتعرفنا على نماذج التأثير وهي الإقناع والتفاوض والتعصب والهجوم كذلك ذكرنا عناصر التواصل الإقناعي وهي المتحدث والرسالة والمستمر أيضا الأنماط الإدراكية للمستمع وهناك البصري وهناك السمعي وهناك الحسي وأخيرا تحدثنا عن مهارات الإقناع المصداقية وقمبة الانطباع الأول وقراءة الأفكار الآخرين كذلك قوة الكلمة ومخاطبة العقل ومخاطبة القلب في الختام أشكر لكم حسن استماعكم إلى أن نلتقي في درس قادم نستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر